المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر وانستجرام فيلم تسجيلي عن قوات الدفاع الجوي تحت عنوان حماة سماء جمهوريتنا الجديدة هيبة سماء مصر وأمنها هي مهمتهم فلا يستطيع كائن من كان أن يعكر صفو سمائنا فمهما بلغت التحديات درع مصر وحصنها دوماً قادر على الصبت في أصعب الأوقات إنهم رجال الدفاع الجوي هما تسماء جمهوريتنا الجديدة تعد القوات المسلحة المصرية منذ نشأتها أهم الجيوش العربية وهو ما جعلها تشكل ركيزة الأساسية للأمن القومي العربي خلال القرن الماضي والحالي حروب كثيرة خاضتها مصر أنهكت قدراتها وصولاً للعدوان الغادر عام 1967 والذي استهدف القواعد الجوية ودمر الآلة المصرية العسكرية وتعرضت المصانع والمدن الرئيسية والأهداف الحيوية للتدمير ومن رحم المعاناة تولد البطوطة سطر رجال الدفاع الجوي ملحمة بناء حائط الصواريخ ليكون اللابنة الأساسية لتحقيق نصر أكتوبر عام 1973 ويمر الوقت وتنضي السنوات ويشهد العالم قفزة في تكنولوجيا التسليح مع تعاضم المتغيرات الدولية والتهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وبحلول عام 2014 وبرؤية ثاقبة تتطلع إلى المستقبل والتطوير وبدراسة واعية للتاريخ اعتمدت القيادة السياسية رؤية استراتيجية مدروسة لتطوير الغير المسبوط والتحديث الشامل في كافة المجالات لوضع القدرات الحقيقية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية ونتيجة هذه النهضة التي أدت إلى زيادة الأهداف الحيوية والقومية تطلب ذلك وجود قوة وقدرة لحماية سماء الجمهورية الجديدة ومقدراتها وإنجازاتها انطلاقا من نبدأ من يملك القوة يستطيع أن يفرض إرادة السلام إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا وحظيت قوة الدفاع الجوي بنصيب وافر من التطوير والتحديث وشملت تطوير الآتي تطوير عناصر الاستطلاع والإنذار لتكوين منظومة متكاملة أكثر فعالية في الاكتشاف والإنذار المبكر عن العدائيات الجوية الحديثة والتي تستخدم أحدث تكنولوجيا الإخفاء وقدرات المناورة العالية ضمت أجهزة رادار للكشف والإنذار وأخرى لتوجيه المقاتلات تطوير نقاط المراقبة الجوية بالنظر بأحدث الأنظمة البصرية العالمية تطوير الأنظمة الصاروخية بانضمام أنظمة حديثة مع تنوع مصادر التسليح ودقة عالية في الاكتشاف والإصابة مع تطوير نوعي في التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق مدايات مختلفة منها أنظمة صواريخ قصيرة المدر لتوفير الوقاية وتحقيق القدرة على الصمو تتميز بإمكانية الاشتباك مع الأهداف الجوية المتنوعة أثناء الثبات أو الحركة منظومات صواريخ متوسطة المدى لتوفير التغطية بالصواريخ عن الأهداف الحيوية تتميز بقدرات اشتباك عالية وخفة في الحركة والقدرة العالية على المناورة بالإضافة إلى منظومات صاروخية متعددة ذات إمكانيات قتالية عالية تطوير الأنظمة الصاروخية المحمولة على الكدف وتزويدها بمستشعرات وقنوات بصرية وأجهزة رؤية حديثة لتكون أكثر فاعلية بما يتناسب مع المهام المكلفة بها تطوير أنظمة المدفعية المضادة للطائرات المجرورة وذاتية الحركة بأنظمة متطورة حديثة مزودة بأجهزة رادارية تزيد من دقاتها مع تقليل زمن رد الفعل لها تطوير مركز القيادة الآلية بتوكنولوجيا وأياد مصرية مئة بالمئة وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية لمراقبة المجال الجوي المصري والسيطرة على التحركات الجوية المدنية والحربية وعدم السماح بأي اختراق لمجال الجوي تطوير دعم الفني لمنظومات التسليح لتوفر أعلى مستويات التأمين الفني للعناصر المقاتلة للوحدات يتم استخدامها طبقا لأحدث النظم الإلكترونية للسيطرة على المخزون لضمان الحفاظ على الصلاحية الفنية والكفاءة القتالية للمعدات تطوير العملية التعليمية للارتقاء بالمستوى العلمي والفني التخصصي لمقاتل الدفاع الجوي وإعدادهم نفسيا وبدنيا وتطوير المناهج العلمية والبيئة التعليمية بنظام الساعات المعتمدة وتطوير البنية التحتية للمعامل الهندسية واستخدام المقلدات التخصصية ومجالات الدراسات العليا مع فتح أقسام للحاسب والميكاترونيكس وظهر ذلك جلياً في تنظيم مسابقة الابتكارات العلمية والمؤتمر الدولي للاتصالات بالإضافة إلى تأهيل الضباط بأعلى الدرجات العلمية وحصولهم على درجة الماجستير والدراسات العليا تميز واحترافية لتنفيذ المهام القتالية ليلاً ونهاراً ظهر ذلك جلياً في المشاريع التعبوية والتكتيكية مما أدى إلى سعي العديد من الدول لتنفيذ التدريب المشترك مع قوات الدفاع الجوي المصرية واليوم يشرق فجل جديد أصبحت فيه قوات الدفاع الجوي منظومة استراتيجية متكاملة متعددة المدايات والارتفاعات والترددات والقدرات العالية على اكتشاف الأهداف بما فيها الصواريخ الباليستية والطوافة والأهداف المخفاة والطائرات الموجهة بدون طيار تطوير هو الأمثل للتصدي لكافة العدائية الجوية الحديثة وتحقيق القدرة على حماية قدسية سماء الوطن وإنجازاته طفرة نوعية هائلة شهدتها قوات الدفاع الجوي واكبها الاهتمام بالفرض المقاتل إدارياً بتشييد المعسكرات الحديثة بما يواكب أحدث النظم العالمية فضلاً عن التطوير المستمر لدور الدفاع الجوي والقرية الأولمبية المتكاملة لخدمة القطاع الرياضي المدني ولا تنسى قوات الدفاع الجوي إحياء ذكرى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس في معارك الشرف والبطولة بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الدفاع الجوي جهد متعاضل في التطوير والتحديث داخل قوات الدفاع الجوي أتى ثماره اليوم ليعلن عن قوتنا الرابعة في حماية سماء مصر جيش المصر جيش قوي صحيح ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح ولكن هو جيش رشيد جيش بيحمي مش بيهدد بيش بيأمن مش بيعتدي دي استراتيجيتنا وده عقائدنا وده سوابتنا اللي ما بتضيرش العافي هدش شهر اللقميته موسيقى وتبقى قوات الدفاع الجوي مرادفاً لمعنى القدرة العسكرية فلا بقاء بغير قوة ولا نماء بدون أمن فهم القادرون على التصدق ما بين الأرض والسماء فهم رجال أشداء قادرون على حماية مقدرات الأمة المصرية على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لهم السيادة فوق الأرض والريادة في الأجواء إنهم رجال الدفاع الجوي هما تسماء جمهوريتنا الجديدة